كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوقفة الثالثة في هذا الشهر الطيب المبارك اللي ما أستقبل رمضان بشيء أعظم من ترك الشحناء وترك البغضاء فيستقبل الإنسان هذا الشهر الطيب المبارك يستقبل هذا الشهر وهو نقي السريرة لأنه ما شري رضوان الله بشيء أعظم من سلامة القلوب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الناس مخموم القلب مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله قد عرفنا صدوق اللسان فما هو مخموم القلب قال هو الذي لا إثم فيه لا إثم فيه ولا غل ولا غش ولا حسد يعني هذه الأشياث الأربعة يعني لا إثم فيه يعني ما فيه معاصي بعض الناس قلبه يفور بالمعاصي والعياذ بالله ولذلك هذا الشهر الكريم المبارك ما استقبل بشيء أعظم من سلامة القلوب وكل ما يكون الإنسان تقي ونقي وسليم السريرة فإنها ترتفع درجتها عند الله سبحانه وتعالى ومع الأسف الشديد يعني انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة الشحنى والتقاطع والتدابر انظروا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وكان فيها حروب كان قبل دخوله عليه الصلاة والسلام بين أهلها كان حروب وثارات أول ما دخل قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام يعني صلوا بالليل والناس نيام ولذلك رمضان ما استقبل بشيء أعظم من سلامة القلوب وانظروا حتى في ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان لم يرد فيها حديث صحيح حتى الحديث اللي حسن الألباني عليه رحمة الله هذا بمجموع الطرق قال لكل طرق الحديث ضعيفة يعني تجد هناك من يخص ليلة النصف من شعبان بصيام في النهار أو قيام في الليل لم يرد فيها شيء إنما ورد فيها قال يعني حسن الألباني قال إنها يغفر الله لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن يعني سبحان الله شوفوا المغفرة حرم الإنسان المغفرة بالنسبة للكافر عنده مانع الكفر يغفر الله لخلقه إلا لمشرك لأنه عنده مانع الكفر وأيضا قرنا معه صاحب الشحناء حرم المغفرة إلى حين المصالحة إلى حين المصالحة وتجد في رمضان مع الأسف الشديد مع هذه الأزمنة المتأخرة كذرت بين الناس هذه الإحن وهذه الشحناء وهذا الحسد وهذا البغضاء ولذلك الإيمان المحبة المحبة جزء أساسي من الإيمان قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا إذا وجدت المحبة بين المؤمنين سواء كانوا أقارب أو سواء كانوا جيرانا أو من عامة الناس من المؤمنين إذا وجدت المحبة معنا الإيمان موجود وإذا فقدت المحبة معناه أن الإيمان مفقود لأن الجنة متوقفة على الإيمان والإيمان موقوف على المحبة والمحبة موقوفة على السلام يعني الإنسان حينما يسلم على أخوان المسلمين ويلقي السلام هذا دليل على الإيمان وعلى كل حال أيها الكرام هذه الوقفة من أهم ما تكون في رمضان إن الإنسان يترك الشحناء يترك البغضاء يحاول يتصالح مع من هو مختلفا معه الدنيا لا تستحق هذه التشاحنات وهذه التبغضات التي انتشرت بين الناس في كل مكان ومع الأسف الشديد يعني التبغض هذا يعني أصبح سمعنا به في فتاو الحج وغيره تجد المسلمين يأتون من كل قطر ولما تتكلم عن قطيعة الأرحام وذلك تجد أن الناس يأتون يسألون اللي يقول إنه متهاجر مع أخوه واللي مع أخته واللي مع والديه واللي مع جيرانه ويقول أنا حجيت الآن أو أنا في رمضان وأنا مشاحن تجد أن الشحنة هذه انتشرت حتى تكاد تكون في كل بلد والله إنهم من غير اتفاق بينهم تجدهم يتسألون عن هذا الدعو كيف يتخلصون من هذه المصيبة طروا أيها الكرام هذا بسبب حب الدنيا انتشار الأشياء هذه لما انتشرت الدنيا تنافسه تنافسه على الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفقر تخافون أهل الفقر تخافون والله إني لتفتحن عليكم الدنيا حتى لا يزق قلب أحدكم الله حتى قال العلماء لو للمال لتحابب الناس لو للمال لتحابب الناس على كل حال أسأل الله أن يرزقنا في هذا الشهر الطيب المبارك سلامة القلوب وأن يرزقنا سداد القول وصلاح القلب والعمل أسأل الله أن يجعلنا ممن صام وقام على الوجه الذي يرضي الله عنا ونسأل الله أن يعيننا على سائر أنواع أعمال البر في هذا الشهر الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور